الصلاة الفائتة فلان الفلاني انقطع عن الصلاة لفترة من عمره وربنا سبحانه وتعالى هداء وعدل الصلاة تاني يعمل ايه حضرتك اخرج البخاري في صحيحه بالسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها قضاء الفوائد وعند العلماء ما عدا بعد اراء فردية في الفخ الحنبالي ان الفوائد تقضى على حسب سعة الانسان اما مع كل فرد فرد واما حسب نشاطه المهم حتى يغلب على ظنيها انه قضى الفوائد لان الانسان منذ البلوغ الشرعي مأمور وبيسجل عليه يسجل عليه الصلوات يسجل عليه سيام رمضان يسجل عليه الزكوات كل ده بيسجل هيطالب بيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ده من حقوق الله عز وجل فان صالح اصلاح وما بعده وبالنسبة لحقوق العباد اول ما يحاسب عليه الدماء ولذلك مدخل الدماء النميمة الاسلام بيعالج الجرائم قبل وقعها فتحرم النميمة لانها تؤدي الى الخصومات وافترضنا انه هذه الصلوات اللي فاتت عليه اه قاعد سنين ما بيصليش لا يقضي انا قلت لحضرتك الى ان يغلب على ظنه وقت نشاطه يعني نفرض انه يوم اجازة او يوم جسمه مرتاح يصلي يقوم يصلي اه مثلا هيصلي العصر يبقى يصلي معه عصر وهكذا ونسأل الله ان يتوب على العصر اللهم امين يا رب العالمين